ينضم إلينا من أربيل عبر الأخمار الصناعية نوزاد بولوس النشط في حقوق الأقليات العراقية مرحبا بك معنا سيد نوزاد تنظيم داعش اليوم بدأ ينحسر في أماكن تواجده في العراق بدأت المدن تتحرر على يد القوات العراقية ينتقل من مكان إلى آخر آخره في نينوى في قضاءة الأعفر والمعارك قد حسمت تقريبا 90% منها قد حسم ألا تخشون أن داعش اليوم لا يترك وراءه المختطفات خاصة من النساء بل يأخذهم إلى كل مكان ينتقل إليه هل لديكم أرقام عن من هم أو من هن حاليا في سجون داعش أو تحت قبضة داعش بداية أهلا وسهلا وبمناسب عيد الأضحى المبارك نتقدم بتهنين الخالصة إلى إخواننا المسلمين في العالم العربي والعالم الإسلامي والمسلمين في العراق خصوصا ونؤكد على أن قضية الأقليات في العراق قضية تم الاعتداء على حقوق الأقليات العراقية وبالذات اليزيديات والمسيحيات وهناك من التركمان والأقليات الأخرى ومن الشبك وتعرض الكثير منهم إلى الاختصاب وحالات كثيرة من التهجب عليه في حين الكثير أسألك حاليا عن التطورات عن آخر ما وصل إليكم من معلومات عن مصير هؤلاء المختطفات لحد الآن كانوا يقولون قبل شهرين أو ثلاثة كانوا في المنصل وبعدئذ قالوا في تلعفر وحاليا لم يوجد إلا سبعة إلى ثمانية حالات تم تحريرهم من قوات الأمنية العراقية قبل أيام سبع فتيات وحدة كانت مسيحية والبقية كانوا من اليزيديات لكن لحد الآن المصير المجهول لأكثر من ثلاثة آلاف حالة من أخوات اليزيديات وهناك أيضا من المسيحيات لم يعلن عليها لحد الآن هذه الحالات لا نعرف أين اختفت هذه الفتيات أو أين اختفت هؤلاء الفتيات الذين كانوا لدى دعش هل تم قتلهم ومعتقل سيد نوزات هؤلاء يحتاجون إلى مكان إقامة يحتاجون إلى أين يذهب به بالتنظيم إذا كان هو أصلا فارا حاليا في الصحاري والجبال وتطارده القوات العراقية لحد الآن هناك هذه الحالات مسجلة لدى دائقة ديرية العامة للشؤون اليزيديات من الأخوات اليزيديات وهناك الكثير من الحالات الأخرى كما قلت لكم بأن 12 حالة من الفتيات المسيحية تم تحريرهم لحد الآن لكن هناك أكثر من 20 أخرى أو 15 أخرى من المسيحيات ومن المفقودين الآخرين من الرجال كذلك من النساء ورجال الفتيان والأزيديات ولهذا لا نعرف المصيرهم هل تم قتلهم أل تم تصفيتهم لأنه في أرض الواقع في تلعفر حاليا تم تحريرها والحمد لله محافظة موسط انتهت لكن لم نرى غير هذا العدد الذي قلت لك بأنه سبعة فتيات تم تحريرهم في تلعفر فقط هل هناك احتمال أن يقول قد نقلهم إلى سوريا مع قله في سوريا هناك بعض من يقول بأنه تم نقلهم إلى دير الزور أو مناطق أخرى ولكن ليست هناك معلومات أكيدة ولكن كما قلت بأنه قوات داعش أو الفلول داعش المنتهية انتهت في هذه المنطقة لم يبقى إلا منطقة الحويجة التي لم تتحرر ومناطق أخرى في عانا وعلى الحدود السورية ولهذا لا نعرف مصير هؤلاء في أوقات أخرى كان هناك في تحرير للنساء لزيديات في بعض مناطق غرب الأنبار وهناك حالات أخرى حصلت في سوريا وتم تحريرهم وأيضا لا نعرف هذه الأسباب هل هناك سجن أم هناك تم تصفيتهم في مكان معين مع مصير فلول الدواعش في كل الأماكن التي حدثت فيها الحروب الآن وخاصة في محافظة مركز محافظة الموصل وقضاء تلعفر أشكرك جزيلا سيد نوزات بولوس النوشط في حقوق الأقليات العراقية متحدثا إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من أربيل ترجمة نانسي قنقر